اهلا بكم لو اول مرة تشاهدنا ادعمنا باشتراكك بالقناة ولايك جميل منك بيبدأ فيلمنا بطفلة صغيرة اسمها سام وبتشوف مامتها ليز وهي مقبوض عليها واخدينها الحراس في مركب عشان يعدموها وبنرجع بالزمن عشان نعرف قصة ليز وبنشوف ليز مع سام بنتها في بيت واحدة في قريتها كانت بتساعدها على الولادة وليز كانت مش بتتكلم لكنها بتسمع كويس وعشان كده كانت بتاخد بنتها معاها في كل حتة عشان تفهم الناس اللي هي عايزة تقوله ولما بترجع لبيتها بتشوف ايلاي زوجها بيعلم ماسيو ابنه ضرب النار فبتروح بسرعة تشولهم عشان يبطلوا ضرب النار لانها بتخاف من الصدة وبياخدها ايلاي مع الاولاد للكنيسة وهنا بتتفاجئ ليز ان راجل الدين اللي هيقودهم في الصلاة هو باباها مايكل الهربت منه وهي صغيرة بعد ان تخلص الصلاة بتشوفه بيبارك واحدة حامل وبيحط ايده على بطنها وبيروح ايلاي ويسلم عليه هوه الاولاد لكنه بيتفاجئ ان ليز مش موجودة وبتكون ليزا بيتهم وراحت على العربية لانها مش عايزة مايكل باباها يشوفها وهنا الست الحامل بمجرد ما بتركب العربية بتحس انها بتولد فبترجع تاني وبتدخلها ليزا على الكنيسة وبتساعدها في الولادة وبتكون معها المترجمة بتاعتها سان بنتها وبتشوف ليز باباها واقف وهو عرفها انها بنته اول ما شافها وبتطلب من نسان جزء الست اللي بتولد انه يطلع لبرة ووعدته انها هتنقذ الجنين وامه ولكن للأسف بتعرف ليز ان الولادة فيها مشكلة ولازم تضحي بالام او الجنين فبتقول سامل الجده اللي معاهم والجده قالت لها اعملي اللي تقدر عليها ليز وبعدها ليز طلعت سامل برة عشان ما تشوفش اللي هتعمله واضطرت ليز انها هتضحي بالطفل وتنقذ منته وبترجع بعدها لبيتها وهي زعلنة جدا وإلي جزءها بيحاول يهديها وبيقول لها انت عملت اللي عليكي لكن ليز بتقول لجزءها دي لعلنة مايكل اللي حطي ايده على بطنها وجزءها مش بيصدق وبيقول لها ان كل اللي في دماغك دي اوهام وبتروح ليز لبيت الست اللي ولدتها عشان تقدم لها المساعدة لكن تلع لها نسان بيطلب منها تمشي وبيقول لها مش عايزين مساعدتك ولما رجعت ليز لبيتها بيتتفاجئ ان نسان بيهديتها بالقتل وإلي جزءها بيحاول يهديه وبيقول له ان اللي حصل ده مزان بليز لكن نسان كان بني قدم براسكل ومش عايز يفهم وبيقول له جوزها دي قادرت ابني وبدأ يضرب نار حالبيت وبيتفاجئ إلي ان ماسيو ابنه بيرد على نسان ضرب النار فبيروح يجري ياخد البندقية من ابنه وبيعتذر لنسان وبيقول له انا مقدر ان انت فيه وزعلك على موت ابنك لكن نسان مش قابل اي اعتذار وبيطلب ليز عشان يقتلها قدام ابنها وبيوصل مايكل رأي كنيسة وبيقدر يهدي نسان وبياخده وبيمشي وبتشوفهم ليز من شباك قدتها وإيلاي بياخد مايكل للبيت عشان يشكوره على مساعدته ليهم وبتقعد ليز طرقبه من بعيد وبتسمعه بيقول ايه وبيطلب مايكل من إيلاي انه يجيبها عشان يفهمها انها تكرر انها هتموت الطفل ده كان قرار غلط وبيضطر إيلاي يطلع هنا ديها وهنا مايكل بيكلمها وبيقول لها انا عارف انك سامعين كويس من ورا الحيطة وبيهددها انه هينتقم منها على اللي عملته معاه وبيمشي وإيلاي بيكلم ليز وبيقول لها انت بتعملي مايكل كده ليه بتعمليه بطريقة غريبة ومش مفهومة وليز بتقول له احنا لازم نمشي من البيت ده بسرعة بحجة ان الناسان هيرجع تاني وبيوافها إيلاي وبيقول لها انه هيأجر حد يخلي باله من المزرعة ويروحوا هما للعزبة عند بابا لحد ما الناسان يهدى وبيروح ماسيو تاني يوم للمزرعة عشان يشوف الخلفان لكنه للأسف بيلاقيهم كلهم مقتلين وطبعا بيفهموا ان العمل كده نسان فبيروح هو ومسيو لبيتنا سان وبتطلب ليز من سان بنتها انها تفضل برة لحد ما تشيل الخلفان لكن أول ما تدخل بيقفل مايكل عليها على الباب من برة وبتشوفه بيتكلم مع سان بنتها وبياخدها لبعيد وبتحاول ليز تطلع عالسلم علشان تخرج لكنها بتقع وبيتغيب عن الوعي وبتفوق أول ما بيرجع جوزها وابن المزرعة وبيقول لها انهم ملقيوش نسان لكن ليز بتقول له ان مايكل أخد سان بنتهم وبتيجي لتدور عليها في كل مكان لحد ما بتشوفها وبالليل بتسأل بنتها بتقول لها هو مايكل قال لك إيه وسان بنتها بتقول لها ان مايكل قال عنك انك شريرة عشان قتلت الطفل الصغير وانه جاي عشان يعاكبك وبتستنى ليز بالليل بعد ما كلهم بيناموا وبتاخد البندقية والحصان ورايح على بيت مايكل عشان تقتله وفي نفس الوقت بيكون هو عندها في البيت عشان ينتئم منها لكن مش بيلاقيها موجودة وبيلاقي إيلاي لوحده فبينزل وبيسمع إيلاي سطح حركة جريبة ببيته فبياخد بندقيته وبينزل وللأسف بيطلع مايكل من وراه وبيقتله وإيلاي مش مصدق اللي بيعمله مايكل وبيسأل انت ليت عمطينه وعايز تقتني وبيقول له ان ليز بتحبه وهو عايز يعزبها بكل الناس اللي هي بتحبهم وبترجع ليز وبتلاقي إيلاي بيموت وهو بيطلب منها انها تقتله بالبندقية عشان يتخلص من القلم لكن ليز بترفض لكن بيدخل ماسيو ابنه وبياخد البندقية وبيقتله وبتولع ليز في البيت كله وبتاخد سام وماسيو على بيت جدهم وبيرجع مايكل يشوفهم وبيلاقيها هربت والبيت مولع وبترجع ليز بالزمن اللي ورا وبنشوف حياتها وبنعرف ليه وسطت لكده وبنشوف ليز وهي تغيرها وقت ما هربت من باباها وبتوقف عربية عشان تركب فيها وللأسف بياخدها صاحب العربية وبيباحها الفراج صاحب كافيه كبير وهناك بنعرف انها بتتكلم واسمها الحقيقي جوانا وبتبدأ جوانا تشتغل في الكافيه ده وصار صاحبتها وعدتها انها مش هيحصل لها اي سوء وفي يوم من الايام كان فيه واحد عايز يعمل معها علاقة وشفته صارة ومنعته وعشان تبعده عنها قالت له سيبك منها دعيلها صغيرة وتعال معايا وانها عرفت دلعك والراجل وافق وقال لها على شرط ان جوانا تكون وقفة تتفرج علينا ووافقت صارة والراجل عامل صارة بعنف وكان عايز يقتلها وبيلاقي جوانا رفعت استلاحها الراجل وكانت عايزة تقتله لكنه بيقدر ياخد منها المسدس وبيضربها وفي اللحظة دي صارة بتقتله بمسدسها وللأسف بيتحكم على صارة بالاعدام وبيروح فرانكو ويقول لها وبتشوف فرانكو في مواجهة واحد بنتو ماتت بسبب فرانكو لكن للأسف بيطلع واحد من عصابة فرانكو وبيقتل الراجل ده وبتقعد جوانا ما صاحبتها ليز وبيعكم مع بعض وليز بتقول لها انها عايزة تهرب وتعيش حياة جديدة وبنشوف ليز بتتخانمها واحد وبيضيقها فبتضربه فبيمسكها فرانكو ويقول لها ان الشخص اللي ضربته ده عامل في منجم وكل العمال جايين ينتقموا مني وعشان كده لازم اضحي بيتي وبالفعل بيطلع لسانها وبيقطعه وبييجي الدكتور يكشف على لسانها وبيقول لها ان الجرح هيلم بسرعة وبتتعلم لغة الاشارة وبتقول صاحبتها جوانا انها هتقتل فرانكو وبتاخد جوانا معاها لمكتب الخطب نونة مكتب جوازات وبتكون سايبان وصفتها عشان يجيب لها عريس وبالفعل بيقدر يجيب لها واحد ارمل وعنده طفل صغير وطبعا العريس ده بيكون هو الاي وابنه وبيكون ماسيو وبتاخد لس سورته هو ماسيو وبتكون فرحانة جدا وبتقول جوانا انها هتاخدها معاها عشان تعيش عندها لانها بتحبها جدا زي اختها وبالفعل بتجهز لس شانتتها وجوانا بتجيب لها كل الفلوس اللي معاها لكن بتيجي واحدة صاحبتهم وبتقول لهم ان فرانكو عايزهم وفرانكو بيقول لهم ان في واحد حاجز الكافيه كله عشان يعمل حفلة خاصة لوحده وعايز كل البنات الموجودين في الكافيه وبيحذرهم ان لو واحدة فيهم عاملت وحش هيكون عقابها جامد جدا وبتطلع جوانا وبتشوف مين ده اللي حاجز المكان كل لوحده وهنا بتتفاجئ انه مايكل ابوها وبتنزل جوانا ولابسة ماسكة على عينيها وعلى امل انه ما يعرفهاش مايكل بيعرف انها بنته وبياخدها على قضتها وبيقول لها انه ما كانش يتخيل انه ممكن يلاقيها في مكان زي ده وبطلع حزامه وبيضربها وبتسمع ليز صوتهم وبتدخل جاري عليهم وبتضربه بالسكينة في وشه لكن للأسف مايكل بياخد منها السكينة وبيقتلها وهنا بتسحب جوانا السكينة من ليز وبتضربه في رقابته وبتفتكر جوانا انه مات فبتحط السكينة في ايده وبتحرق صاحبتها ليز وبتهرب وبتروح جوانا للدكتور وبتطلب منه ان يقطع لسانها زي ليز لكن الدكتور مش بيقدر وبالله جوانا بتاخد السكينة وبتقطع لسانها بنفسها ده كله عشان تقدر تتجوز إيلاي على اساس انها ليز وكمان تهرب من فرانك ووصلها الدكتور لإيلاي وفي اللحظة دي غيرت جوانا اسمها واستخدمت اسم ليز وبنرجع بقى لآخر لحظات في حياة جوانا وهي في بيت باباها مايكل عشان نعرف هي هربت اصلا ليه من باباها وبنشوف عصابها قتلت بعض بعد ما سرقه دهب وبياخد سامول للحصان عشان يهرب لكن بيكون في واحد لسه عايش من العصابة وبيهدد سامول انه ياخده معاه وفي الوقت ده بتكون جوانا في قدتها بتصلي قبل ما تنام وبيشوفها باباها قبل ما بيروح لقوته وبيروح لزوجته آن ويقول لها ان جوانا لسه مش عارفة تصلي صح وبيحمل مامتها الغلط ده وتاني يوم بياخده من الكنيسة عشان يدي الدرس وهناك بيوقف آن قدام كل الموجودين وبيشتمها قدام الكل وللأسف بتشوفوا جوانا بالليل وهو بيضرب مامتها بالكرباج ومن غير ايهم قوموا منها وان بتقول لبنتها ان باباها راجل مريض نفسي ومش طبيعي وجوانا بتشوف اللي الاتنين الحرمية جايين عليها في المزرعة فتخدهم على استبل الحيوانات عشان باباها ما يشوفهمش وبتحاول جوانا انها تساعدهم واتدوج روحهم وبتفضل هي بس اللي بتروح تعمل الشغل اللي في الاستبل عشان محدش يعرف اي حاجة عن الاتنين اللي هناك وبتلاحز ان ان مايكل نظراته متغيرة خالص مع بنته ومايكل بيعلم جوانا ازاي تقتل الخنازير وتتبحها وبيشوفها سامول اللي مخبيها في الاستبل وهي بتبكي من ضغط ابوها عليها وفي يوم من الايام بتشوف اين جوزها وهو بيبص على جوانا من ورا باب قضتها وبتقول له كده غلط وان دي بنتك لكن مايكل طبعا مش بيقبل ان مراته تنصحه وبيضربها وتاني يوم بتنتظر جوانا اول ما بيمشي باباها ومامتها وبتروح على طول الاستبل لكن بيكون سامول اخذ حبل وموت به الحرام التاني وبيقطعه وبيرميل الخنازير عشان تاكله وبيقول لجوانا ان باباها مجنون ومريض وان مامتها من الناس المسلمة وفي اللحظة دي بيكون مايكل بيعمل ماسك حديد لمراته وبيركبه على وشها والماسك ده ليه مفتاح واحد بس وبيكون معاه هو وبتروح جوانا مع مامتها الكنيسة وهي مش مصدقة ازاي مامتها سابط جزء يعمل فيها كده وبتلاقي جوانا بتقول لمامتها انها تفضل الموت عن الاهانة دي وبتروح ان منتحرة في الكنيسة قدام الناس كلها وبدل ما جوزة هيزعل عليها قاعد يقول للناس انها هتتعذب بسبب اللي عملته ده وبنشوف القهبل اللي اسمه مايكل ده بيجلد نفسه في البيت بسبب انه ماقدرش انه يمنع مراته من الموت والتاني يوم بيروح لجوانا وبياخدها لقوته اللي بيصلي فيها وبيعمل مراسم جواز بينهم وبتحاول جوانا انها تهرب منه لكنها مش بتقدر وبيلبسها المسك الحديد وفي اللحظة دي يدخل سامول للمكان ده عشان ينقذها وبيرمي سامول الذهب على الارض وبيمسك المسدس عشان يقتل مايكل وبتاخد جوانا المفتاح وتفوق المسك وقدر مايكل انه يمسك ايد سامول الحرامي ويخليه يقتل نفسه وبيسحب جوانا على الارض وبياخدها على البيت وبيفضل يضرب فيها لكنها بتقدر تهرب منه وبنهرر رجعها تاني لجوانا اللي بقيت ليز وهي رايحة لبيت جد الاولاد وهي هربال من مايكل وبتتخبط العربية في صخرة وبينزل مايكل وشوفها وفي اللحظة دي بيتضرب مايكل بالنار من مايكل اللي مش سيبهم في حالهم وقدر تليز تاخد بنتها سام وتهرب لبيت جد بنتها وبتحكيله على اللي حصل وهناك بتمسك بالبندقية وبتقول انها هتنتقم من مايكل على اللي عمله وبتطلب من جد الاولاد ان ياخد باله من سام وبتوعد على باب البيت رائع بالطريق وفجأة بتلاقي مايكل قدامها وبتضرب عليه الرصاص لكن مش بييجي فيه وهنا مايكل بيقول لها انها غلطت لما ثابت بنتها لوحدها فجريت على بنتها لانها خافت لا يكون عمل فيها حاجة لكنها للأسف بتلاقي حماها مقتول وبتاخد ليز بنتها وبتنازلها بتهربها من الشباك لكن قبل ما تنزل وراها بيجي لها مايكل وبيمسكها وبضربها وبيربطها في عمود وبيربط كمان سام وبالفعل بدأ يضرب سام بالحزام اللي معاه زي ما كان بيعمل في جوانا ومامتها وبتقدر جوانا تفك نفسها وبترمي على مايكل نار وبتولع فيه وبيقعمل شباك بيتها وبتفتكر ليز انها كده قدرت تتخلص من الكابوس اللي كان بيهدد حياتها لكن ليز بتتفاجئ ان الشرطة جاية تقبض عليها بتهمت انها قتلت فرانك صاحب الكافي وهربت وطبع ما حدش عارف ان ليز الحقيقية ماتت ويندي جوانا بعد ما اخدت اسم صاحبتها وبيقبضوا عليها عشان ينفذوا حكم الاعدام لكن وهي في الطريق بتشوف بنتها وقفة على البر بتبص عليها فبترمي نفسها في البحر وبيضرب الضابط نار عليها كتير في البحر عشان يتأكد انها ماتت وبنشوف سام بعد ما كبرت ووقفة في نفس المكان وبتفتكر مامتها وبكده يكون خلص في الميناء النهاردة وما تنساش تشترك في القناة ولايك جميل منك وياريت نشوف رأيك في كومنت يا زو ونشوفك في ملخص قادم سلام